أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع تنفيذ عملية طيور الخير الإسقاط الجوية السادس والعشرين للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة وشملت عملية الإسقاط مشاركة طائرتين سي سيفنتين تابعتين للقوات الجوية لدولة الإمارات وطائرتين سي توهندرت ناينتي فايف تابعتين للقوات الجوية لجمهورية مصر العربية الشقيقة وأجرت عملية الإسقاط فوق المناطق المعزولة التي يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة عبر أربع طائرات حملت اثنين وثمانين طن من المساعدات الغذائية والإغاثية ليصل بذلك إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ انطلاق عملية طيور الخير إلى ألف واربعمائة وثلاثة وثمانين طن من المساعدات الغذائية والإغاثية وتتي عملية طيور الخير ضمن إطار عملية الفارس الشهم ثلاثة لدعم الشعب الفلسطيني الشقيقة في قطاع غزة